يا مساء الأنوار ومساء الفل والياسمين وكل إشي حلو تحياتي للكم جميعا بحلقة جديدة من ساحتين وهنا أنا مني وعلي دعلكم أنا عن جد اشتاقت لكم لأنه يمكن طلعنا حلقة التسجيل وطلعت ما طلعتش هو يعني هيك فيها كان عجقة أسبوع كامل أنا طلعت فيها لايف خلينا نقولكم وأكيد اليوم هيك مبسوطة لنكون معاكم بحلقتنا وبكل وصفاتنا الطيبة اللي عودناكم عليها وأكيد طبعا مع مين كان برا للستوديو لأنه ما شاء الله تناطحت السحاب كان لازم يطع برا للستوديو عشان نشوف السبونسيرات بس هاي رجع للستوديو أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكي مساء الخير تحيات مرئي لك مساء الوردات مساء الوردات مبسوط أنك طويل يعني ناطحت السحاب أنا أول شيء أنا أبدأ رحب بريلا أكيد معنا بالبرنامج وماكسيمس وطحياتي لهم وصفات كثير بتشهيل حقيقة أكيد طبعا خلص أنا رح سير عارف أنه رح سير أدخل بعد أنك تعمل الإنترو أنا باجم خلص تعودنا أرجعنا للعادة تبعدنا القديمة مئة بالمئة طيب إذا نشاف خميس شو وصفاتك لليوم رح تكون وصفاتنا لليوم بدنا نعمل اليوم بدنا نركز بصراحة على الماكرونة والفترة جاي كلها رح كز على الماكرونة أنا كثير من طلب مني وبيفكروني أنا مختص بس بالمعكرونات لأنه دائما بحط على ستوري حتى إنتوا لما تجوا عندي القتال يبتاكم عندي ماكرونة فكل الناس فكروني أنا بس مختص في الماكرونة أوكي فعشان هيك بدي أعطيكم حقكم من هذا الجانب ورح نستغل إنه موجود معنا بريلا سوصات وكمان معكرونات ورح نركز بشكل كثير كبير عليهم الفترة الجاي أوكي فاليوم رح تكون وصفاتنا كلها بالمعكرونا رح نعمل رح نعمل بني بيستو مع الجاج أوكي وبدنا نعمل كمان شربت المينستروني الشتوية ورح أشرح لكم ليش بدنا نحط في المينستروني اللي هي شربت الخضار يعني مع كارونا ونحكي عنها بشكل مفصل لما نوصلها وبالآخر بدنا نعمل سلطة الدرو كمان بس رح نستخدم فيها أكيد البستو صوص من عند بريلا فوصفات اليوم رح تكون جدا مشاهية للناس وأنا بحس أصلا المعكرونات وهذا الجو هو شتوي صيفي أي وقت ممكن تأكل المعكرونا بعشر دقائق ممكن تعملي أدخن وصفة يعني بعشر دقائق بالضبط تكونوا مخلصين أدخن وصفة ماكرونا اليوم رح نقدم لكم إياها مع كل التفاصيل المهمة من سلطة ماكرونا لتطبيقها وسكبها بالأصحاب أكيد طبعا نشاف خميس رح نكون احنا متحمسين للوصفات اليوم رح نمش معك خطوة بخطوة لكن خليني قبل ما نبلش حلقتنا أذكركم أنه إحنا اليوم حلقة اللوت على السبعة ونصف وصلت الجائزة لأكتر من 168 ألف دينار أردني طبعا اللي بحب أنه يشارك لسه معاكم وقت لا تشاركوا بإستحب لليوم للساعة سبعة معاكم أكيد فخليكم تابعين حلقة اللوت اليوم على السبعة ونصف مع زميلتي دينا هلسي وتشوفوا أكيد إن شاء الله يارب يكون فيه رابح لليوم بهذه الحلقة وإحنا رح نكون معاكم على اللايف بعمان تي في أوفشل وعمان تي في كتشن أنا الي تلت ستنين في برنامج لحظة قبل ما تبدي استني شوق الي تلت ستنين في برنامج طيب دائماً ما بلاقي السكاكين تباتي الأكل أوكي لماذا محضوطة هون؟ أنشطت دانا؟ لماذا هدون السكاكين أنها؟ لدحني الزبدة أوكي لدحني الزبدة معناته رح خليها للزبدة لا متعاش طيب خلص معناتو خليكم معنا على مان تي في أوفشل على مان تي في كتشن وأكيد رح نكون معاكم بكل تفاصيل حلقتنا ومقديرها فرح نبلش معاكم هلأ الوصف الأولى يلا للوصف الأولى اللي هي البنة باستا مع سوس الباستو والدجاج ربع كوب زبدة من المراعي بصلة مفرومة بكات كريمة طبخ من المراعي علبة سوس باستو من باريلا وعننا كمان باكتين مع كارونا من البنة من باريلا وعننا ربع جبنة برمزان ملح من ماكسيمز وفلفل أسود لشوي صدر الدجاج جا عنا ربع كوب زيت نباتي بكات صدر دجاج مطرة من الوادي مع لأكبيرة سوس الباستو من باريلا مع لأكبيرة بابريكا حلوة مع لأصغيرة توم بودرة مع لأصغيرة بصل بودرة ملح من ماكسيمز وفلفل أسود اذا اخذنا مقدير وصفتنا وراح نبلش معكم بالوصفة الأولى مع الشف خميس وصفة صراحة مني وعلي من المعجبين جداً بوصفات تحديداً البيس بريحاً أنا كثير معجب بالوصفات طبعاً البسطة الحقيقة بالشتاء أوكي والوصفة طيب شف خميس أهو إحنا تنال بصين أسود اليوم بعدين طبعاً 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 بعتيني السباح شده أكتل بصحان لا لا بصدق دخيلك لا أرجوك أرجوك يا جماعة ما أحد يصدق شف خميس أرجوك أمر بحياتي ما ببعت له أقول له تخيلوا قادر التدماعات أي شو زي ما يلبس اليوم أكل حال ما أنت عليك اليوم كنت إيش لابس من عندي مريولي صح؟ أوكي ري ما حكيت للناس خميسة اليوم جايب لي مريول ألبسه بحيب أقول لكم أن أنا كنت جايبه مريولي أنا كمان ألبت اسمي لورا وتحطب شو فيها أنك لبسيها يا الله أسمع اليوم بدنا نحكي عن النصب والإحتيال بس هذا هو موضوع حلقتنا اليوم سيكون النصب والإحتيال أوكي واضح أنه كان حدا جاي جوعان فاتح مرتبان البسته وماخد منه مع الأخ بل كي بدهم بس يجربوا لا حدا عدا مفتر هنا كاين أوكي أوكي لشي مفتر هناك أوكي أول شي بننام له نحن لدينا هون الجاج الجاج سيأخذ مني وقت فعشان هيك رح عبد فيه لما بنحكي فينتا عن الماكرونات الماكتر وصفة ممكن تأخذ لنا بلقوتين عشر داعية أوكي إحنا بدنا نمدها ونخليها ربع ساعة 25 دقيقة عشان احنا على الهواف سأحكي جد والله فالجاج بده 25 دقيقة ندخل الجاج أقول شي على الفرن ونبدأ بتطبيق الوصفة الماكرونة بدها سلق 12 دقيقة لبنة لتطبيق الوصفة بمدة الوصف الأولى رح تكون تقريبا 25 دقيقة ونكون مخلصينها فإحنا رح نيجي أول شي لتطبيق الجاج رح استخدم البستو من بريلا وحطم هيك على الجاج زم أنتوا شايفين طبعا إحنا كلنا نعرف شو مكونات البستو إذا مش كلنا نعرف هذه رح نشرح خليني بس أحكي قبل عشان نبلش واحدة واحدة شف خميس لأنه إحنا طبعا مستعملين اليوم دجاج من الوادي منتجات الوادي موجودة كلها معنا بحلقاتنا بس إحنا عم نستعمل بهاي الوصفة صدر الدجاج المطرم الوادي بتطولوا من الفريزر قبل بوقت من طبختكم بتخلوه لحتى يصير يدوب ويوصل لحرارة الغرفة لحتى تقدروا تطبخوه بشكل مباشر أكيد أو تعملوا لديفروست فدجاج الوادي وغيرها أيضا من منتجات الوادي أكيد كلها موجودة معنا مزموط فأنا حضرتها الآن لبسته على صدر الدجاج المطرم بحطة عليهم البابريكا والتوم بودرة وكمان البصل تمام ولملح راح أستخدمه أكيد من عند ماكسيم طبعا أكيد منتجات ماكسيمز برضو كلها موجودة معنا لحتى نشرح لكم أكثر من منتجات ماكسيمز منتجاتهم أدي في عندهم شغلات عن جد طيبة من معلبات إن كانت الفصولية البيضة الحمرة الزيتون بكل أنواعه الكتشب كمان العادي والحار يعني كثير شغلات من منتجاتهم رح تلقوها حتى القهوة سريعة الدوبان برضو موجودة عندهم طب رح نرجع لإراجة نزل راسي ولا لا رح نرجع لإراجة بدي حط هلأ كمان عليهم الزيت النباتي ونخلطهم مع بعض كلهم بدي نخلطهم مع بعض مشكلة ما كنت بحكي على هدول يا علي حسنا 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 نحركهم كلهم مع بعض ونحطهم بالصينيا ندخلهم على الفرن على درجة الحرارة 200 لمدة 20 دقيقة حبيت الفكرة أنك استعملت اليوم الباستو من باريلا على الدجاج يعني اليوم إحنا بدل ما بس أنه نفكر أنه يمكن الناس بقول لك هات هاي العلبة خلصنا الماكرونة حطيناها فوقها خلطناها وخلص هذا هو أو حتى البندورة مثلا اللي منكها خلينا نقول هي سوس البندورة من الباريلا اللي منكها برضو في عنا بالريحان في عنا بالخضار في أكتر من نوع والحلو أن هم هدول من باريلا السوسات الموجودة عندهم ما فيها مواد حافظة واليوم أنتو لما تستخدموها عن جد بتحسوا بطعم البندورة الحقيقية والخضار الحقيقية الموجودة فيها فمنقدر مثل ما عمل شوف خميس أعطانا هالفكرة الحلوة أنه نعمل بايستون حطه على الجاج لحتى نتبلو فأنا هاي عمري بحياتي ما فكرت أعملها شوف خميس فشكراً كتير على التب الحلوة هاي شكراً وبنقدر هلا أكيد راح نعمل فيها كمان فونيتا شكراً فونيتا شكراً فونيتا أنك حطيت لي الموقع هايكم هي مفروض حطيت راح نستخدمها كمان نا تخانق اليوم أوكي طيب راح نستخدمها كمان اليوم بوصفة السلطة زي الدرسينج أوكي فإني دائماً لما بيكون فيه أشياء معلبات خلينا أقول بهذا الشكل ممكن 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 أنها توفر علينا كثير من الوقت يعني إحنا بالعادي لما بنعمل إشي سلطة وبنعمل الدرسينج أوكي هيك أمنيع لا 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 أشي أوكي كمان 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 أكيد أكيد أوكي خلص ماشي راح أرد عليك مصعب طيب لازم ما منعرف نسكوت إحنا ما منعرفه هي ما بتعرف لا ولا خميس ما انتم تعودينه بتعرفوا هذا الحكي يعني أوكي الله يسامحك أطلع الحلقات القديمة طيب أوكي أنا أقول قبل أن نطلع الفاصل منمون على دانا نحط الجاج بالفرن أوكي أوكي يلا اطلع الفاصل لا قد بدك تضع درجة حرار قدي 200 يعني خلينا نحكي 20-25 لا 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 بعد الفاصل قبل الأخير الأخير أوكي أنا أفهم من الحكي كلما نبدأ الحلقة بنيجي من بره أوكي أنت حلقة خلص أوكي أحفظ أروح لهن لحالي طبعاً تفضل شايف خميس ما عملنا بالفاصل؟ عملنا الدجاج وعملنا شو كمان؟ وعملنا صحن الدر اللي أنا عم بعمل أوكي طيب لتطبيق الصوص نركز مع بعض أننا نضع الجاج بالفرن طبعنا بالملح والفلفل الملح طبعاً مكسيم حطينا الفلفل والبابريكا والتوم والبصل بودرة بعدين حطينا عليهم معلقة من بيستو السوس من بريلا بعدين حطينا عليهم زيت النباتي خلطناهم كلهم مع بعض دخلنا الجاج اللي إحنا استخدمنا أكيد صدر الجاج المطرع من الواد دخلناها على الفرن على درجة 200 لمدة 25 دقيقة سريعاً نحن بنحتاج لتطبيق الوصف هون لطنجرتين طنجرة فيها مي مع ملح فقط سوف أسلق فيها المعكرونا من بريلا اليوم مستعملين البنة سوف نستخدم البنة مضبوط سوف نفتح البكات بدي أقول بس على موضوع سلق المعكرونا واللي بيحضرني من ثلاثة سنين بيعرف أنه أنا ما بحط زيت بسلق ممكن أنت بلاحظة هذا الأشي بكتفي بالمي السخنة والمليح لأنه الزيت بس يغلى في المعكرونا بطل يعد يأخذ الصوس لما بتطبخيه طبقة الزيت بتفصل المعكرونا على الصوس لذلك أنا بس بحط المي والمليح ومن العادات تبع الناس أنهم بحطوا الزيت وهلأ رح نحكي على طريق تبريد المعكرونا كمان إذا بدنا نبردها ونحفظها بالتلاجة لأنه أنا بعرف ناس الموظفين وهيك بس لقوا المعكرونا بجاهزة بس أجي مبرة بس بحطها وخلاص فهلأ أنا بس بدي أسلوق ياريت حكينا بعد شوية هذا الموضوع شخميس أنه جدا مهم هلأ رح شوي للتعليقات أول إش طبعا بمس عليكم جميعا لكل عم بحضرونا إخلاص المنصير مساكي سعيد نوال الفيوني تقول كيف عزومتك مبارح يا شف طبعا العزومة هي أول مبارح نوال مش مبارح عشان تكوني بالصورة وطبعا المقلوبة كانت خرى فيها بس الله يسامحوا وقالي ثلاث سنين بقوله ما بأكل بحرق أحط اللي رنب فلفل يعني مش عاد شو لأحكي هي مش عزومة عزومة يا جماعة احنا كنا قاعدين مجتمعين اه مجتمعين في الصحاب وصدقاء وقلت لهم اللي بحب يعمل اشي فهو وصديقتنا كمان شفسوا هاد برضو يعني تحياتا لها تحياتا لنا عملو لنا بالزبط مقلوبة تحريكة فكان طيبة كثير وفانيت المفروض تسوينا سلطات رحت أنا أقطعت السلطات سلطات أنا سويت سلطة وهو يقطع السلطة الثانية يعني وبس يعطي العافية أماما طبعا شكرا لإلها عدد تحياتنا إلها كيد ولا أم شيف سهاد سحاد كمان مية بالمية ولا جزء شيف سهاد صديقي تامر كلها وصحبتنا إخلاص تعلموا معنا هنا وإخلاص أكيد ودانا زوجة طيب شف خميس منسلم كمان على هدى تعطيكم العافية فنتا وشاف تحياتنا وإم عادل نمري كمان يسعد مساكي حبيبتي القلب تقول نورين بوصفاتك وصفاتك الطيبة أكيد مميز تسلم إيدك شكرا ونوال كيفكم مع البرد القارس والله هي عم جد منخفض منخفض لاحظ قدي برد صراحة برد كثير جد الله يعين المالوش مأوى ويخف عنهم ويكون معهم بهاي الأجواء التي نعيشها يعني إحنا أول يوم مبارح كان كثير برد وشعرنا الواحد كيف إحساسوين وواحد بردان بس فما بالكم باللي معندوش بيت باللي الشتاء أخدت خيمته واللي قاعد على البحر فيعني الأوضاع كلها على الله نتمنى إلهم إن شاء الله هيك إنه الله يخف عنهم ويكون معهم طيب سريعا إحنا زي ما اتفقنا إنه في عنا خطوطين كتير مهمين طنجرتين حميين على النار واحدة فيهم ماء بتغلي حطينا فيها الملح ونزلنا فيها الماكرونة ولازم الماء تكون سخنة مش لازم تكون باردة أبدا والطنجرة التانية اللي بنا نطبق فيها وصفتنا اللي بدي أحكيه فانتا كمان إنه عادة صوص البستو لما الناس تجي تعمله فيه ناس بيستخدموا فيه كريمة وفيه ناس بيستخدموا من دون كريمة بس بيحطوا الزبدة والبصل اللي بيقلبوهم بنزلوا عليهم الماكرونة شوية من مية السلق وعلى جانب بيحطوا البستو بيحركوها مع بعض حيك بتكون من دون كريمة للناس اللي بيحبوا البستو شوية تكون أخف بس اللي بدي أنوه إله إنه عادة البستو صوص بنستخدمه بالآخر عشان نحافظ على لونه الأخضر إذا أضفناه من البداية وهلأ حتشوفه كيف بالتطبيق إذا ضفناه من البداية وغلى مع الكريمة على النار اللون الأخضر عادةً لما بتعرض لحرارة اللي بيصير إنه بتغير لونه لو مين ما كان يكون عامله لو شو ما كانت الكوالثة تبعت الصوص بيتغير لون الصوص من أخضر لأسود فعشان هيك لازم تكونوا عارفين حطيته كريمة أو ما حطيته كريمة البستو صوص لازم تضيفه بالآخر وكمان رح نحكي لكم شو مكونات البستو صوص للناس اللي ما بيعرفوه تمام متفقين متفقين فهلأ حطينا الزبدة أكيد زبدة طبعاً من المراعي الزبدة غير مملحة اللي عم نستعملها حان احنا نضيف الملح مثل ما بدنا ومنتجات المراعي برضو اللي حم نستخدمها اليوم بها الوصفة رح تكون برضو كريمة الطبخ اليوم شف خميس جايب العلب الصغار عشان نورجيكم عن جد في عدة أحجام لهذه الكريمة وبتقدروا انكم تلاقوها بالأسواق وين ما رحتوا لتلاقوا الكريمة موجودة مزبوط فأنا هلأ نزلت الزبدة بعدين أضفنا البصل نرش رشة الملح من مكسيم عشان تساعدنا على سرعة تطبيق طبخ البصل اوكي تمام بدنا استمر بتقليبهم حتى يتحمروا اوكي بعد هيك هنضيف لهم شوية من مية سلق الماكرونة تمام اتفاق انا شوف خميس شو أخبارك؟ انا منيحة انت شو أخبارك؟ انا اتفكر بسؤال انا عندك سؤال للحلقة اليوم شاركونا هم فيه يبعتونا تعليقاتهم واللهي انا مش مجهز حالي كنت للسؤال فكرتك انت عندك لما كنت تناقشيني كنت أسأل سؤال بس يعني انا اليوم كتبت على الانستجرام عندي شغلة فحسيت انه حلو نتناقش هذا الموضوع بس حابة انه أصيغ بطريقة تانية لانه ما بدي كتير يطلع يعني هيك حاد الموضوع موضوع حاد مقلاته فيها طوشة لا انا مؤخرا عم بلاحظ انه لأن الناس لا تتصرف بعمرها يعني بكل التجارب اللي عم نمرأ فيها بغض النظر ادي كان عمر الواحد يمكن فيه احد عمره عشرين سنة تجاربه تكون اكتر من بني ادم عمره أربعين سنة لا مرأ باشي ولا عمل اشي بحياته و بس كان متقوقع مع نفسه و مرات بعتبر هذا الموضوع مشكلة انه جاي من الاهل لانه بيكون هم من خوفهم عليه مسكو فيه ولأ ما تعمل ما تساوي بخافوا عليه كتير فكلاقي ما عمل اشي بحياته كتير فالكسبرينس تكون اقل من شخصي ممكن عمره عشرين سنة وشاف الدنيا كلها فهي مش على العمر هي اكتر على انه عن جد انه بتحس الناس في مرات عن جد ما بتصرفوا بطريقة اللي هي مناسبة كتير لعمرهم او لالبوزيشن تبعهم او مكانتهم او اي شي تاني يعني انتو بتتخيلوا وتذكروا منلاحظ انه فيه ولدني بحكي بنات وشباب اه مزبوط لا تكفيسها فانه بتتدايق انه انت بتكون عم تتوجه لهذا الانسان عم تسأله انه ايش فيه انا انا دايقتك بشي او وات افر انه ايش كان الموضوع انه بتطلع على تصرفه لحده يمكن انت ما سألته سؤال بتلاقيه بتصرف بطريقة انه انت متفاجئ منها انه طب ايش فيه انه خلينا وعيين وكبار ونتفاهم نحكي مع بعض بوعي فهذا عم بلاحظه كتير بالدنيا من تجربتي انا الخاصة ومن تجارب من الناس الثانين يعني عم بشوف حتى ناس حوالي عم بشكوا من الموضوع كتير فشو رأيك في خميس بالموضوع شوفي يعني يمكن اول مرة بدنا نتفق انا وفنتا على سؤال يعني فيش فيه مين خميس ومين فنتا عن جد انا بدي احكي ويمكن هذا الموضوع حسيت انه بمسني كتير كتير مش شوية ومالوش دخل بالنرجنسية ومالوش دخل في المزح ومالوش عن جد انا بحكي الواحد فيه فترات او طول الوقت لازم دوله عازز نفسه ومقدرها وعارف حاله مزبوط من دون ما يصيبه الغرور اللي مائله داعي بس اللي حكتي انت فانيتا هذا بمسني كتير انا واحد من الناس اللي عاشوا هاي المرحلة وبتفهم كتير اللي انت قلتيها يعني انا بعز مكانوا اصحابي يكونوا مقضينها مسافرين او عم بيروحوا بلعبوا بعملوا اشياء انا كنت اشتغل شغلتان بحكي معك جد هذا الاشي بيخلي في عندي باور داخلي اللي طول الوقت انه انا قادرة اتخطى اي مرحلة انا ممكن ادخل فيها قد ما تكون صعبية راح اتعدها تمام فاذا بقولك في مراحل لما كنت اكون فيها مسؤول ولي تحت مني او مساعدي اكبر مني بعشر سنين كنت احلق سوالفي لهون عشان اقنعه نفسيا انه انا احدا كبير مش عامل شعري سبايكي وحاطد جل ومش عارف ومش عارف ايش وهيكا انه واحد شاب عايش حياته ففي مراحل عمرية بحياتي انا بالفعل ما شعرت فيها انا بدي اقولي اللي حكتيه انت هو يعني بيجي تحت بند المسئوليات الموجودة بالحياة وعدم المسئولية ووري اكشن وطريقة الرد الفعل والاسلوب العام اللي احنا عم منعيشه هلأ هو انا ما بقول بس بتعلق بلايش الوقت انا بقول صار يوصل ال35 ون واحد بعضه مش عادر يستوع بالقدامه حلو انك تختلف مع احدا تعرف تحكي معه حلو انه اذا واحد حكى معك موضوع ما عجبك تعرف تعبر عن هذا الموضوع ويمكن انا مش طول الوقت بقدر اعمل كنترول على هاي الخسل السيئة فيه على فكرة انه لما بشوف حدا هيك انا بطول مباشرة بعرفش استوعبه يعني ما بقدر احده اقوله تعال مش رح اجي اقولك خبراتي انا بالاخر واحد زي زيك بس انا حاولت استخدمها لي انت ما عادش استخدمها لك فانا اللي انت حكتيه هذا يمكن انا بالنسبة لي من هم المواضيع طرحناها بالبرنامج وبحييكي عليه هذا الموضوع شكرا لك شكرا لك ويحنا بوقت لازم تتاخذ الحياة بمسؤولية لازم تتاخذ بالطريقة الصح لانه اذا ما عملنا هيك رح نضيع احنا للأسف شوف خميس عم نلاحظ يا اما في عندك جانبين جانب الاول اللي هو الانسان اللي اللحظة قبل ما اكمل بوز بس بدي احض مية السلق على البصل مع الزبدة اوكي بعدين رح نضيف عليهم الكريمة من عند المراعي بالضبط تفضلي اللي كنت عم بحكي انه احنا بصار عنا بس جانبين صار عنا الغالبية ما بدي احكي تماما انه لا بس يعني تسعين بالمية هيك عم بكون يا اما الشخص انه خلص بتفاداك ما بدو يتناقش معك ما بدو يحكي معك زعل من اشي كتير صغير او تافع او سوق تفاهم وتلاقيه خلص تفادى الموضوع وراح وما بدو يتناقش معك نهائيا خلص وقف الموضوع طب انت مش لحالك بالقصة في طرف تاني معك بهذا الموضوع يعني انت زوقا واخلاقا المفروض انك تتفاهم معه وتقوله شو اللي دايقك وشو اللي صاري او انه صار الجزء التاني اللي هو الحساسية اللي زيادة بيجي بعاتبك انت يمكن مش قاصد فيه بس بعاتبك بطريقة يعني بتصفي انه انت بحاسس حالك مجبور انك تدافع عن نفسك فانت بتحس حالك زي المحاصر زي اللي المهاجم اعرفت كيف انه فيه حدا هجم عليك انه انت مضطر انك تدافع عن نفسك فصفوا هيك تنين ما هنه اسلوب القليل اسلوب الرواء وانه تعال انه انا اسفة بس انا اضايقت من موضوع واحد تنين ثلاثة يجي تقول انا ما كان اصدي مثلا خلص اوكي شكرا لقلك بس انا كان هذا الاشي ضايقني شوي فانه حبيت انه اعبر عن وجه هذا كتير قليل صار كتير كتير قليل انه لدرجة انه بتدايق الواحد انه قدي قليل انه صار الانسان يقدر يتفاهم او يحكي بها الطريقة يا اما نفتره يا اما خلص بلغيك من حياته بدون ما حتى يقول لك اشي اللي صار وممكن تسمع عنك اشي بخسكاش يعني ممكن انت عارفة هديكم مرة انا شو اسمعت موضوع حلو فانه عادي تكون قاعد مع حدا بعد نسمع عنك موضوعات قولهم بس ما حكتوا لي او ما عزمتوني او ما عزمتوني او هيك فاهمينك فهدي انا بقول قلة الفضاوي عند هدول الاشخاص وقلة وعندهم عدم مسئولية غريب رهيب بهاي الحدين يا مش عارفهم يجيبوا هذا الوقت لهي المواضيع فالله يهديهم طيب بدي ارجع الى وصفتنا اذا انت لاحظت انه احنا بعد ما حطينا المي عندي هون السخنة ميت السلق نزلتها على البصل بدي يصير فيه طعم اكون النكهة زي ما كل مرة احنا بنحكي بدي اضيف عليهم اول اشي او لا بديش اضيف عليهم اضيف السصات بعدين نحتي على الملح والكفل بس بدي الفت نظركم لشغلة صغيرة انه دائما ميت السلق لما احنا بنسلق فيها بمطاعم انا ما بستخدم ميت السلق ليش لانه المي السخنة لما بتكون بتغلي على النار فيها ملح بتصير عبارة عن مالحة بشكل غريب اوكي انا بستمعت فكرة اني انا استخدم المي الا اذا كنت تتغير كل شوي اوكي طيب لما منيجي نطبخ فيها وبنا ناخد ميت السلق لازم نعرف انه ميت السلق فيها ملح لما نضيف الملح على الاكل الرئيسي تبعتنا بدنا ندوق ونعرف انه جايبين مية فيها ملح فممكن نكون الاكل عنا ملح طيب سريعا شو راح اضيف عندي هنا انا مستخدم باكتات الكريمة الصغار هاي المرة البورشن انا مسميهم من المراعي بالزبط 100% هاي بتفتحية بتعمل تعمل لشخص لشخصين انا بالنسبة له بالزبط طيب شوف خميس انت راح تضيف الكريمة احنا راح نطلع لفاصل وانت عم بتضيف الكريمة راح نجرع نكمل باقي الوصفة ولا في اش بدك تحلق لا لا خلص معناتو احنا اتفنى برضي اضيف الكريمة لفاصل يالا تماما اذا رجعنا بحلقتنا اليوم بوصفاتنا الطيبة اكيد مع الشف خميس وبالموضوعنا كمان كنا نتحدث فيه قبل الفاصل فشف راح نرجع لوصفتك احكي لنا هلأ وان وصلنا هلأ احنا جهزنا الكريمة غليناها مع مرقة السلق تبعت الماكرونة وبدي احط عليها الملح شوية من ماكسينز تماما اوكي بعدين بدي احط كمان الفلفل ابيض اوكي 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 شاربة الخضار مع الماكرونة عنا ربع كوب زبدة من المراعي بصلة مفرومة حبتين جزر حبتين كوسة حبتين بطاطا ربع كوب كرفس مقطع كوب بندورة مقاشرة معلبة من ماكسينز باكات ماكرونة فرفلي من بربقة من باريلا وعننا ملح من ماكسينز طيب طيب شفتوا كيف اسلوبها يكمل فاصل وبتطلع تحكي لنا عن الطريقة المطلة لانك كيف تعمل مع اصحابك يا الله قلت لها رئيب موضوع بطل عجيبات كانت تشبرني خيب اوكي طوش طوش تحت الهواء بحب عليكم سكاكين الزبدة اكتر سكاكين موجودين عندنا احسن اشي نحطهم داخل الطنجرة تقدر تستخدموها اكتر الشاربة بزيت الزيتون انا بعملها بالزبدة من المراعي بطلع اكتر زاكية اوكي انا عندي هنا الزبدة اوكي بدي اقولكم اي انا صفيت الماكرونة واستخدمت نفس الطنجرة مش رح يصير اشي اذا استخدمت نفس الطنجرة وقلنا لنا الجلي على ستن بيت هيك عدعين انا اكتر اشي حبيتو في الحلقة انا بتأكد انا خفاف جلي سبحان الله بصلاتنا اوكي الله اشكر اللي قطع البصلة اشكر شكرا شكرا للي قطع لي البصلة طيب اوكي شكرا شكرا على أول إخواننا المصريين شكرا شكرا اهلا تحياتنا اليك حاولي احطي ليها كامل المرة الجاي بالصحي لنكون احسن عشان الناس يشوفوها لانو تعرفي مكي ناس بشوفوها يا الله خميس بدنا نحط البطاطا فوق البصل اوكي بطاطا مو مسلوقة ولا اشي بطاطا مش مسلوقة بطاطا مش مسلوقة محطوطة مية عشان ما لونها يتغير اوكي بعدين بدنا نضيف الجزر هدول النوعين اللي لازم نحطهم اول اشي فانتا لانهم بياخدوا وقت مية عشان نكون عارفين اوكي عشانهم بياخدوا وقت لازم نحطهم اول اشي اوكي ونقلبهم تقليبة سريعة احضيف عليهم كمان السلري اللي هو كرفس واحد من اهم الاشياء اللي انا بستخدمها بشورباتي اوكي ايش شوربة بابعمل بتلقوني احطتي كرفس لانه طعمته غريبة عجيبة وخاصة لما بيكون بالشوربات اوكي 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 ماشي بعدين ننجي هون نقلبهم مع بعض بانتا منيح تمام اوكي بنا نروش عليهم الملح من عند مكسيمس اوكي بدي اخيي لكم بما يخص موضوع الشوربة المنستروني واحدة من اشهر الشوربات الاطالية ويكون فيها كثير من انواع الخضرة اللي موجودة بس لانه اليوم بدي استخدمها مع كورونا فعشان هيك انا شوي قللت الخضروات اللي انا مستخدمها تقدروا تضيفوا فيها بروكلي ممكن تضيفوا فيها كوسة ممكن تضيفوا فيها ملفوف اذا بدكم بتقطعوه وتحطوه فعندكم خياراتكم اللي تقدروا تستخدموها بهيك وصفة اوكي اللي بدي اقوله واللي متعارف عليه واللي انا شفته من الشفات الطالية اللي انا اشتغلت معهم يعني هذا مش مني الموضوع لما بتصير الجو شتاء ببلشوا يستخدموا فيها البندورة البندورة ويستخدموا فيها المع كورونا يعني بتكون شتوية اكتر بفصل الصيف عادي الشربات موجودة مش بنحكي الدنيا صيفة ناس تشرب الشربة بتكون بس على اقدامها هيك المية تبعتها المرأة اللي موجودة مرأة الخضار اللي موجودة هي بتكون هيك شربة الخضار موجودة بس يصير الجو شتاء مباشرة بتتحول اكتر انه يكون لونها مائل على الحمار بسبب البندورة والليوم احنا رس نخدم صوص البندورة النابوليتانة من بريلا وكمان رح نستخدم المع كورونا من عند بريلا انا حاطت فرفلي بتقدر تستخدمه نوع المع كورونا اللي انتو بتحبوه طيب شوف خميس هلأ بالنسبة يعني للمع كورونا انت هون حكي لنا سالقها ولا نصفها ولا اه اه سالقها كامل انت بتقدروا اه سالقها ليش لانه انا بالمنستروني في عندي معتقداتي اللي انا ماشي عليها بالطبخ انه انا ضد فكرة انه الشاربة تنسلئ كتير عشان القيم الغدائية تبعت الخضراء ما تنزل بنفس الوقت ما بحب الخضراء المهروسة بالشاربة انا بحب الخضراء اللي ما بدي اخدها بشاربة منستروني اشعر بارشدها بوجودة انه انا باكل اشي طازة اذا انا حطيت كل اشي مستوي كتير بمجرد ندخل لتومي واول هيك خشمة ولا مش عارف شو بيسموه بتحسوها صارت يعني مش مش طبيب فعشان هيك جربو ما تكون كتير مطبوخة بس مش مهروسة يعني انت بتعتقد انه خلص انه هي تنضاف اخر اشي الماكرونة بكون انسب اشي للشاربة بالضبط انا بحكي خضراء وبحكي ماكرونة دائما خليها للاخر مش بالاول تمام اتفقنا شوف خنيسة اتفقنا؟ اتفقنا طبعا طيب بدي اسلم على سلمي وخليهم معك شو رأيك تخديهم شوي بدي اسلم على مها يونس بتقولنا مسأل اسوأ تحياتنا للك يا مها بدي اسلم كمان على رنا رنا تحياتي للك بتقول مقهورين من ملكة بحب السلبيات لانها اوقات بتكون سر نجاح وله هيك احنا ناجحين ممكن برضو يامها صحيح هانا الكرد بدي اسلم عليك تحياتنا للك يعني عادي هانا هيك الموضيع بتنفتح بالبرامج اكيد وحبي نحكي يعني معلش اذا ما حبتينا يعني من قدر نقولك انه صاري كتير احنا قاسفين عا كل حال دأسلم على ام احمد كمان تحياتنا للك ونوال تحياتنا للك كمان بتقول اصدق تحكي عني لأ والله يا نوال ايوه اه هي عم تضحك تضحك عم تعمل فيلم قاعد نوال ايوه نوال ايوه هي لم حتلي ان الموضوع عليك لبس انا رفضت ايوه طل هم الهواي مروحة طيب داحوه ايوه هي عم تحكي عني احياتي ايوه ثلو طيب فيصل تحياتنا للك اكيد سلاما على غزة حتى يطمئن فؤادها وسلاما على غزة حتى تبرد نارها سلاما على غزة حتى تطيب جراحها و راح التعليق يعني شكراً كتير على التعليق الحلو و يا رب يرجع يطلع كمامرة أو قرأ يبعطني يا ريت يا ريت يا ريت لأنه عنجات شكراً لقلك على هذا الكلام نهاد أبو عطية تحياتنا لقلك كما مسلم عليك شوف خميس تحياتي أهل المساعلن و برضو إخلاص تحياتنا لقلك بتقول استودعتنا أخواتنا في غزة يرحم شهداءهم يشفي جرحاهم آمين أخواننا في غزة وأيضاً في لبنان آمين يا رب يا إخلاص مها تحياتنا لقلك كمان بتقول منوري أحلى مزيعة وأحلى شوف خميس تحياتي أهل المساعلن بتقول والله أنا كنت في دبي أجيت لهون على البرد مبارح وصلت من كتر ما بحب عمان مستعدة أتحمل البرد تبعها حبيبة قالنا مها ألف حمد الله على سلامتك أكيد نورتي عمان وأحكي لك إشي إحنا صح منشوف بلدنا إنها مبارح كان برد بس صدقوني لما بسافر على دولة يعني خاصة بفصل الشتاء ويكون عندهم شتاء أو برد يا حبيب تفرجي إحنا أنا بالنسبة لي لأردن من أحسن دول عالم اعتدالا بالأجواء تبعيتها يعني حتى الصيف إنه لما منشوفه كتير حام يصدقوني فيه بلدان كنت تعرفي شو أن شوي فيها شوي صح فإنه إحنا الحمد لله يعني أجواء أنا خليني أقول لما تكون صيف شتاء معتدل عن جد عن جد يعني هذي نعمة الحمد لله لي طيب أنا أنا بعد ما أضفت المي هون دي أرجع حب الملح منيح من مفسيمز عشان أركز الطعم وأحط الفلفل أبيض أوكي وابدي أحكي لكم عن النابوليتانا سوس اللي أنا بدي أستخدمه هلأ كمان من عند بريلا أوكي أنا هون هلأ بعد ما أضفت المي وأحطينا بهاراتنا أو مش ملح وفلفل خلينا نحكي بدي أضيف من عند بريلا سوس النابوليتانا اللي ممكن نستخدمه ممكن نستخدمه كمنكه زي هيك إحنا ما هنعمل وممكن نستخدمه كمان لسوس الماكرونة وقدام بالأيام الجاي إن شاء الله رح نسوي لكم من نابوليتانا اللي هي واحدة من أهم السوسات اللي هي هون مع الماكرونة فهذا سوس جاهز تخيل أنت عم تدخلي هلأ رح نحكي على سلق الماكرونة كمان أوكي فأنا بدي حط بس سوس البندورة هون حلو إنه هو بالأعشاب شوف خميس فيه برضو جزر وفيه بصل وفيه كمان كزبرة مزبوط 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 لا ريحان ريحان أنا شفت لأنه شكل الكزبرة أو البقدونس يعني مزبوط فحلو إنه تلاقوا فيه أكتر من نوعية تلاقوها أكيد عن بريلا فيه أكتر من نكهة بتلاقوا بالريحان بتلاقوا بالخضار فيه إشي مع الفلايفل الحلو كمان كأنه فيه أكتر من شغلة فممكن تلاقوهم كلهم بالسوء اكيد أوكي قبل من طلع الفاصل بس بعد ما أضفنا إحنا صص البندورة من بريلا بدي أضيف كمان الماكرون أنا مستخدمها كمان من بريلا أوكي بهذا الشكل كمية أنتو بداروا تستخدموها تتحكموا فيها لحتى تبقى شوربة يعني بالزابط هلا هيك هي شوربة بالزابط هذا المصطلح الصح هلا عندي هون بدي خليهم يغلوا لتقريبا ربع ساعة بس مش أكتر يعني قبل الفاصل رح أسكب اللي بحب يكوني كتير الخضرة عنده مهلوطة يكمي يعني خليها تغلي قد ما بده بس هيك بتلاقوها يعني ما لا مل ماس ولا ما اختش أر فيها مملة صحيح بتكون مختلفة وكمان فانتا معلش اسمحيلي أكيد بدي أضيف البنة أوكي فوق الكريمة عشان نطبيقها مباشرة بعد الفاصل الأخير اللي إحنا ندخلين عليه تمام يلا إذا نحن نطلع لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حدثنا سلطت الدورية مع البيستو عنا علبة دورة كبيرة من ماكسيمز علبة سيتون من ماكسيمز ضمت بقدونس بكات حوت دوغ من الوادي علبة بندورة كرازية علبة بيستو سوص من باريلا وملح من ماكسيمز وفلفل أسود موسيقى إذا أخذنا مقدير الوصفة هاي ويلا شف خلينا نبدأ فيها طيب سريعا عندي هنا بندورة كرازية نضيفها على الدورة أوكي بعدين نضيف عليها البقدونس المفروم وحدا ممكن يقول لي هلأ شف ما انت مستخدم باستو لم تضيف ريحان أوكي هو هاي الفكرة إنه زلان حطيت تريحان وحطيت باستو راحت تكون طعام كثير يعني اعتقد تقليلك معلقتين من السلطة ولكن هناك طعمات أخرى ممكن تأخذك وتأخذك على السلطة أو الطعام يتغير بالتون لا أعتقد أنه سيكون أفضل هنا كأننا نضيف شوية رحان وضعنا شوية بقدونس بالضبط. بعدين نضيف عليهم كمان الزيتون الأسود المفرغ من ماكسيمز هذا الكمال ستكمل لك أنك مزبوط مئة بالمئة مئة بالمئة بالمئة طبعاً ثم نأتي إلى البستو سوس من بريلا ولا رح أعمل إشي تاني ولا رح أحط إشي تاني بس هذا السوس قبل قليلاً نتحدث عن سوس البندورة أنه ممكن ندخله كمان بالتتبيل هذا نفس الأشي اللي بستو هلأ إحنا من طولهم نحطه على السلطة مباشرة ولا بتجيبوا زيت زيتون وريحان وخلصوا طبعاً عشان يخلينا بس نحكي لهم أنه بما أنه عم نحكي عن البستو سوس وانتو عم بتشوفوا فيه منه الحار في منه العادي طبعاً فيه أكتر من نوعية بس انت اللي عم تحطه العادي صح؟ مظبور طبعاً خميس ليه إحنا ما استخدمنا؟ ليه إحنا ما استخدمنا مع أي شيء تاني؟ لأنه استنى شوية طمعاً أبدأ أقرأ يعني يازل ما أبدأ أقرأ أمري تشوف وجه يطرع بالكاميرا مهور طيب أوكي كل من مصعب على فكرة كل من مصعب تمام أنا كان بصل أشوف الإنجريديونس الموجودة فيه عشان أحكي لكم إيش فيه وليش إحنا ما استخدمنا أي شيء تاني يا الله كله بالإيطالي بعني ما درست إيطالي بس أدرس إيطالي بقرأ لكم خلص خلص دعش تقرأ ارجعونا لا والله ما عم بلائي أو أني نحولت طيب أو أني ختيرت طيب هلأ شبنا نعمل لنخلط كل مكونا عمرك شفت أسهل من هيك؟ لا ما شفت أسهل من هيك لما أنت تتواجد عندك الأشياء الجاهزة اللي ممكن توصلك لهك نتيجة أعتقد أنها كتير زكية الأشياء الوحيدة اللي عملنا أنه قطعنا البندورة بنص وفرمنا شوية بقدونس بس مظبوط هذا إذا أنا قطعتهم كمان وهو إحنا عارفين أنه ليس أنت قطعتهم بس يعني هي كفكرة أنا لجبتهم ستة البيت لا يمكن تعطيني من عندك هذا الجاط لأنك كمان شوية تحكي لهم بالضبط من قطع خلص كمان فيش وسعنا هو طب وأنت تسكبها خلينا نروح لوائل عرش تحياتنا لك يا وائل رانا بتقولك أنت بتحب الملح كتير مظبوط شوف خميس كتير بحب الملح لا مش مظبوط خيرية بدأ أسلم عليك تحياتنا لقلك بتسلم علينا أنا وياك خيرية تحياتي لقلك وبالضبط وبتبارك للبنان هدنة السلام وعقبال غزة يا رب آمين يا رب آمين مع أنها إجت الهدن بعد خلينا ساكتين وكمان نسلم على نوال مرة ثانية ليش ما بتردي والله أنا نوال على الإنستغرام والله أنا مملحة نوال عم جدا عم بحكي عندي شغل كتير هاي الفترة وعم بكون يدوب يدوب عم بلحن فبدأ أسلم كمان على مهة كمان مرة تحياتنا لقلك قامت الإنستغرام بطلت متابعتنا ما هو الله يعني مهة ما هو هذا أكاونت برجع بنجا نقولك هذا أكاونت ببليك للمتابعات وإحنا ما منقدر كمان إنه نرد كتير أو نكون هاي أنا عم بحاول ولله بحاول أبو ما بقدر تحياتنا لقلكم أكيد أمنايف كمان ذا أسلم عليها تقول بدنا من الشرف أكلات مغرقة بالسوس والجبنة له أمنايف أحسنتي منايف في الحلقة الجاية يوم الأربع الجاية مع كارونات كلها تشيز سوس هيك عندنا المراعي وعندنا بالله وعندنا ما عليكي وصلتي منايف يعني طلبتي اللي بدك يا ولا همك حاضرين الأربع الجاية كمان مع كارونا أوكي يلا حاضر دعنا هو لا يهمك حاضر ليش بتدز ويبتحكي مش فاهم منا حط رشة برمزان هيك على الوجه دفش مش بتدز لاحظة دوات ديش أسمعكم موت الصوت بطلت أسمعكم بحب أخكي لكم بالزبط طيب هلأ شو بنا نعمل؟ عيش بعدين محة صاحبتك هاي نجيب البستو الحار شان نكون ايش فاهمين البستو الحار مش راح يكون حار لان انا اضيفه هلأ على الماكرونا هكذا نحركه مع بعض زي ما اتفقنا لازم البستو نضيفه بالنهاية وانتا مش في البداية مية بالمية اوكي اوكي هلأ بدنا نحركه مع بعض تحريكي سريع ونسكب ايش عم بيصير ايش هادة اوكي اوكي طيب انا نفسي اعرف مين البرن فانا عرفت انا على الهوى وبرنه علي فيسبوك وانستجرام خلص انا على الهوى يا انا على الهوى احنا يا جماعة طيب ام هيثم تحياتنا لك يا ام هيثم اوكي 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 يا سلام يا شف يا سلام يا سلام اسمعي يا جماعة انتو مش عارفين اش في عنا احنا بالقلبي حفلة حفلة الليتي و ساعد الصغير كلهم بداني كلهم حفلة سواري محمد حبيبتي القلب تحياتنا لك يا سواري تحياتي لك يا سواري اهلا وسهلا طيب ماذا سوف نفعل؟ دعني هذا الجاط قدامنا قليلا حتى نقلص الموضوع الشربة تعطيني صحون من عندك اوكي حتى نجيب الجاجة نضعه على الوجه حاضر حاضر خلصنا خلصنا دندونة خلصنا يا دانو خلصنا نجيب الهوى يا ريفيخ اشوفكم التنتين بس مزعلين بعض بأحلامك بأحلامك بس اقصى طموحي لكم تختلفوا تختلفوا يا عامي انا موافق تختلفوا انتو تنتين بدي اقولك شغلي شف خميس بس دا اكون واضحة بالموضوع احنا بنختلف الاخوان بختلفوا بس الصحبات بختلفوا بس ايش بالاخر هي طريقة التفاهم وحل المشاكل هي الاشي اللي بيقوص صحبة بناتنا طب بتموني على صاحب تكنفينت دين لنا بس دايقتين اشوف هلا انتي قديش بتموني عليها لحالها جاوبت لا يوجد شخص امون علي بالقلر يا شباب لا لا يوجد شخص امون حلو الله يرحم ايامك علي بس الله اين وعلي نوال نوال تعليقاتك بتموتني ضحك نوال مش معقولة انتي ورانا يا الله عن جد ضحكوني تحياتي للكم كلكم ولكل قاعدين عم بحضرونا عن جد شكرا كتير للكم لمتابعتكم تفضلي أصدقائنا طبعا دائما وابدا على صفحتنا على عمان تيفي اوفيشل وكيتشن اللي دائما بعتو لنا احلى تعليقات دائما تعطونا طاقة ايجابية يعني كان موضوعنا اليوم احنا يمكن عن الولدانة وعن الحركات بس يعني شوفنا شوي بس انه بنفس الوقت انه عن جد انه خلينا دائما هيك عنا طاقتنا الحلوة دائما نمذ بعض بالطاقة الحلوة لانه صدقوني صدقوني يمكن بتشوفونا احنا اليوم على الهوى منضحك ومننكت وهيك بس صدقوا انه كل واحد فينا بمرؤ بشغلات منحاول انه نلم كل اشياء انا شخصيا نحطها عجناب ونطلع لكم بأحلى طلبة وهذه حقيقة وانا اتأكد انه زينة كتير بس بنهاية الحياة تستمر ونلاقي سكين اهم ما في الحياة انه نروح احنا لزوة تعالوا احكي لكم عن الحياة اه انا استخدمتها للجاج اذا لم تبكية مليانة عشرة سكين بس بدا نقص دانا بس بدا نقص دانا لانها بدا نتخلص بسرعة اوكي مجيب الجاجات منقطعهم هكذا اوكي بتحب تذكر انت انت عم بتقطع الجاج ولا تاخد راحتك شوي منزكر ليش منزكر يلا خلينا نزكر اذا هيك طيب احنا اليوم عاملين الوصف الرئيسي كانت البنة مع البستو اكيد الوصف هاي كانت صراحة برعاية خلينا نقول بريلا وكمان المراعي وما تنسوا انه عم استخدم فيها كمان الجاج من الوادي اوكي صوت البستو لازم اضيفه بالاخر بهاك وصفة بس عشان ما ياخد لون ويصير لون اسود اوكي بعدين بدنا نحط عليهم الجاجات على الوجه بس ويكون وصفتنا الرئيسية جاهزة اوكي نحط عليها رشية البارمزان هكذا لو برنيت جرس ومديرت تخل على هذا اوكي بس اوكي اتحياتنا للكي دينة واما احمد تقول عندي ضمة شبت شرابات وصلطات اوكي سوى محشة على طارية اخوان المصريين وضع رز بحري وضع فيه زباده شبط وشبط عملنا وصفة رز مع فول وشبط عن جد، ستجد وصفات في الشبط مع الشفخ خميس ولكن سأسلم عليك، وسأسلم على صبية بالدتسي بالبحر الميت اسمها إناس تحياتنا لإلها وسلمت عليها هذه المرة حبيبت قلبي، سأسلم عليك كثير حبيبت قلبي تحياتنا لإلك، إن شاء الله برجع بشوفك مرة لما يتحسن الجو وشكراً لكل تابعونا اليوم، شكراً لإلت شفخ خميس لقد حصلت إلى الدراء وشربت المنسترائي لم أتحدث؟ أنا أكتب بهذا القدر هناك إمواج دون تبايت مني، أكتب بهذا القدر حسن، احضروا للحلقة لترى كل الأشياء اللي عملها، شفخ خميس وشو سوى، وشو الوصفة، ومقديرها استحياتنا لإلكم جميعاً، نطرين أنه ننهي الحلقة ينضح، باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر